ثلاثي أو ثلاثي الأقطاب اللي هو ثري بن رح تلقي الفان ما رح نستعمله لأنه مش محتاجين في هذه المرحلة هذا الفان ما رح نشبكه رح تاخذ الهرم وتوصل عليه سلكل ستارت هذا سلكل ستارت تراكب في الهرم ورح تاخذ الرن تشبكه قطب الكمن ورح تاخذ الوصلة مع السلك البارد وتشبكه في الكمن مع سلكل رن فقط رح تستخدم هذول القطبين قطب الهرم اللي رح يروح عليه لستارت وقطب كومن رح يروح عليه الرن مع النوترل أولا تأكد أن الكبازتر ساعته 45 حسب حجم الكمبرسر هي الكبازتر اللي نحتاجها لتشغيل نلاحظ أنه لاقين الفان لأنه ما رح نستخدمه الآن رح نشغله بالتريبن بسم الله هذا السكشن وهذا الدسجارج أيضا الآن رح تعمل للدسجارج ولكن بطريقة ثانية رح تاخذ الكمن مع الهرم تسوي له دسجارج ورح تاخذ الكمن مع الفان وتسوي له دسجارج ولو أنك ما استخدمتها ولكن بالتأكيد ممكن تكون في أي شحنة طبعا الشحنة رح تكون بين هذول الاثنين بين الكمن والفان وبين الكمن والهرم حين رح نخلع أسلاكنا بسم الله وبذلك نكون عزيزي المشتركين ومشاهدين قد تعلمنا كيفية توصيل أسلاك الكمبرسر بالكباستر الثنائي أو الكباستر الثلاثي وتشغيله إن شاء الله في المقاطع الأخرى رح نتعلم كيفية أيضا تشغيل الكمبرسر مع المروحة بواسطة الكباستر الثنائي وكباستر المروحة وأيضا الكباستر الثلاثي أرجو من الله العلي العظيم أن يكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة ونلتغي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى من تعلم مع جمال شكرا